سعيد صباحكم مشاهدي صباح الخير يا وطن بهذه الجولة السريعة على صحف الإمارات وصحف الخليج لنقرأ أبرز مجاء في العنوين والحيثيات والتفاصيل ونفتتحه صباحنا من صحيفة البيان لنقرأ أبرز مجاء فيها سموه يؤكد أن أمننا الغذائي والمائي جزء من أمننا الوطني محمد بن راشد يستنهض الوعي للحفاظ على منظومة الرفاه ونقرأ أيضا من البيان اطلاق منصة الفعاليات الحكومية الموحدة في دبي وضابط في شرطة دبي يترأس الجينوم العربي ونتوقف عند خبر المعاهدة تفتح الباب أمام حلول مغيرة ذات عائدة إيجابية على شعوب المنطقة معاهدة السلام تحول جيوسياسي ورؤية لتحديث النظام الإقليمي حيث تقدم معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل بعدا جيوسياسيا جديدا في منطقة الشرق الأوسط وتحولا في معادلات السياسات الإقليمية والتوازنات المنطقة فالدينامية الجديدة القائمة على اختراق أزمة مستعصية منذ عقود تفتح الباب أمام حلول جديدة ورؤى مغيرة أكثر حيوية وواقعية وذات عائدة إيجابية على شعوب المنطقة التي ترزح تحت حروب وصراعات أنهكت البنى للشماعية والاقتصادية وأدت إلى تفشي خطاب الكراهية والتحريض من جانب الأطراف الداعمة للإرهاب والتطرف وتساهم معاهدة السلام في إعادة بناء رؤية سياسية جديدة ليس فقط ضمن العلاقات السنائية لطرفي المعاهدة وإنما على مستوى المنطقة ككل حيث تسمح بالتفكير في نظام إقليمي جديد قائم على تحويل مكامل الاستنزاف التاريخي إلى فرص تنموية وذلك وفق ما يرى عدد من المحللين الاستراتيجيين وضمن هذا الإطار توقع الأكاديمي الأمريكي وليد فارس أن تحقق معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل نتائج لم تشهدها المنطقة من ثم بعد الحرب العالمية الثانية مؤكدا أن دولة الإمارات شيدت محطة تاريخية مهمة في تاريخ المنطقة الحديث وفي تطور ألية السلام بين الدول العربية وإسرائيل وأضاف على حد قوله كمستشار سابق لرئيس ترام خلال الشماعين معه في منتصف ديسمبر 2015 قال لي أنه يفكر جديا في أن يكون عرابا لمعاهدة سلام جديدة بعد تأخر معاهدات السلام لنحو ربع قرن بين الدول العربية وإسرائيل هذا وقد أعرب عن اعتقاده أنه بعد تشكيل إدارة ترام كان القرار موجود ولكن الظروف الداخلية على البيت الأبيض أخرت هذا الإنجاز حتى هذه الأسابيع الأخيرة إلى أنه يجب الاعتراف بأن فريق العمل الثلاثي الأمريكي من البيت الأبيض وقيادة الإمارات ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي كافحوا لإنجاز هذه المعاهدة التاريخية الآن مشاهدين ننتقل إلى جريدة الاتحاد لنقرأ أبرز ما جاء في عنوينها وفي ليبيا تظاهرات ضد الوفاق بطرابلوس احتجاجا على الفساد وعلى ترد الأوضاع المعيشية حيث تظاهر عشرات الليبيين ضد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلوس أمس الأحد في عددا من أحياء العاصمة للمطالبة بمحاربة الفساد وترد الأوضاع المعيشية محملين فايز السراج مسؤولية عدم توفير الاحتياجات السياسية في البلاد كالمياه الكهرباء والرواتب وبحسب وسائل الإعلام محلية ليبيا رفع المتظاهرون لافتة معبرة عن استيائهم من حكومة الوفاق وأخرى طالبت بوضع دستور وتحقيق السيادة الوطنية وإجراء انتخابات نزيهة وأيضا محاربة الفساد ما زلنا في الاتحاد وفي الصعيد الليبي حيث الجيش الليبي يؤكد أن هناك صفن وفرقطات تركية تتقدم لمهاجمة سيرت حيث كشف الجيش الوطني الليبي عن تحشيدا عسكريا ونقل معدات لاستهداف القوات المصلحة الليبيا في سيرت من قبل حكومة الوفاق مشيرا إلى أنه خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تم رصد صفن وفرقطات تركية تتقدم نحو سيرت بوضع هجومي حيث تحاول ميليشيات حكومة طرابلوس الاستيلاء عليها وأكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي الليواء أحمد مسماري أكد أن حكومة السراج تقوم باعتقالات بحق المدنيين من دون أي جرم فضلا عن أن التحرك العسكري الأخير يؤكد أن المخططة أكبر من حكومة السراج التي وقعت وقف إطلاق النار مشيرا إلى أن المبادرة التي وقعها السراج لوقف إطلاق النار هي للتسويق الإعلامي وذر الرماد في العيون والحقيقة على الأرض تؤكد النية في مهاجمة الجيش الوطني ولفت المسماري إلى أن الجيش الوطني الليبي على جاهزية تامة لتصدي لأي هجوم وأن الإرهاب أصبح يتمدد في ليبيا برعاية دولية من قطر وتركيا وعواصم أخرى تتبعها محذرا من يفكر بالاقتراب من خطوطنا سواء تنظيم أو ميليشيات أو دولة فسيجد نفسه في مكان آخر وكشف المسماري عن تحركات تقوم بها الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق للتقدم نحو مدينة سيرت وذلك بعد اجتماع نائب رئيس الأركان التركي في المنطقة الغربية مع قيادات ميليشيات الوفاقة حيث تم الاتفاق على شن هجوم على مدينة سيرت الليبية الآن مشاهدين ننتقل إلى جريدة الخليج لنقرأ أبرز ما جاء في قسمها الاقتصادي وفي القسم الرياضي نقرأ من الصحيفة مجلس الأعمال الإماراتي الترك مانستاني يفتح أفاقا جديدة للاستثمار في البلدين وأيضا نقرأ دور رئيسي لجماركا دبي في تسهيل التجارة خلال جائحة كورونا وحول المناطق الحرة في الإمارات فهي تتصدر المنطقة بجذب الاستثمارات وأيضا سلطت الضوء على أربع ركائز تتضمن الاقتصاد والمجتمع والموظفين والبيئة دار العقارية تحرز تقدما في خطط الاستدامة وتحدد الالتزامات الجديدة وحول أخبار الرياضة المحلية خرفك كان يلاقي عجمان اليوم تعادل الشرقة واتحاد كلباء في الدورة الودية ونادي مليحة يدعم حملة سلام لبيروت الآن مشاهدين ننتقل إلى صحيفة الأنباء الكويتية لنقرأ برز ما جاء في عنوينها لكن أخبار حول العالم جينيفر لوبز تسببت وحدها ببيع عشرة ألاف قميص مشاهير يدعمون بيروت بتيشرت عليه أربع كلمات وبنك يحول 2.5 مليار دولار بالخطأ وصدمة لصاحب الحساب وأيضا خطأ نادر بجسر لندن يتسبب بفوضى عارمة وفي الفلبين صحابة ملونة في السماء تثير الجدل وفي المملكة السعودية مقهى سعودي يجذب زواره بسماح بدخول الحيوانات الأليفة ولأول مرة إذن مشاهدين كان هذا كل ما لدينا من أخبار وعنوين في الدولة وحول العالم بصحفنا لي اليوم غدا نلقاكم بعنوين صحف جديدة